فتح بحث قضائي بعد وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين نتيجة إطلاق مقدوفات متفجرة باسمارة أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة للسئناف بالعيون في بلاغ أنه تم تكليف الشرطة القضائية المختصة بإجراء بحث قضائي إثر تسجيل وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين نتيجة إطلاق مقدوفات متفجرة استهدفت أحياء سكانية بمدينة سمارة وهضف البلاغ أن الوكيل العام لدى محكمة الاستيناف بالعيون قد عائد لفريق البحث القيام بالخبرات التقنية والباليستية الضرورية للكشف عن مصدر وطبيعة المقذوفات المتفجرة التي تسببت في وفاة أحد الضحايا وإصاب الثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة من بينها حالتان حرجتان تم نقلهما للمستشفى بالعيون لتلقي العلاجات الضرورية وخلص البلاغ إلى التأكيد على أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستيناف بالعيون سيحرص على ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث